السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباءنا ومتابعين في كل مكان أهلا بكم هذا أقوى مضادات حيوية على الإطلاق هل تعلم لماذا لا يصفه الأطباء؟ هل نعلم أنه يتم وصف 833 نوع من المضادات الحيوية؟ وهذه المضادات الحيوية قد تنقذ ملايين الأرواح ولكن لها آثار جانبية قد تكون خطرة على صحتنا العامة في الواقع يمكن علاج معظم المشاكل الصحية بنجاح باستخدام بعض العلاجات الطبيعية في هذا الفيديو سنكشف لكم عن أقوى مضاد حيوي لن يقتل البكتيريا فقط بل يقي من الأمراض فتابعونا إنه العسل مع الكوركم العسل يحارب الالتهابات بشكل فعال دون تسبف البكتيريا المقاومة على عكس المضادات الحيوية التقليدية كشفت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية أن العسل دمر كل البكتيريا ومسببات الأمراض وجد الباحثون أنه يمكن تطبيقها موضعيا وأخذها داخليا وفقا للدكتور دي كارتر إن بحثنا هو أول من أظهر بوضوح أن العسل يمكن أن يحل محل الكريمات المضادة الحيوية في كثير من الحالات على الجروح والمعيدات مثل القسطرة استخدام العسل كعلاج وسيط قد يطيل من عمر المضادات الحيوية والكركم هو معجزة طبيعية أخرى له عدد لا يحصى من الفوائد الصحية أهم مركب به يسمى كركمينيديوس وله خصائص قوية للشفاء ومضادات الأكسادة ومضادة للالتهابات ومطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات مزيج من هذين هو أقوى مضادات حيوية يمكن استخدامها ومن المعروف أيضا باسم العسل الذهبية وكان يستخدم في الطب القديم لآلاف السنين في العونة الأخيرة انتشر استخدامه بشكل كبير في الطب الغربي والتغذية هذا المزيج علاج طبيعي لا يقدر بثمن لعلاج عدد لا يحصى من الأمراض بما في ذلك عسر الهضم والبرد والإنفلونزا والرب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم والتهاب المفاصل والسكر وأمراض القلب والاكتئاب والقلق والالتهابات من الجروح والحروق والإكزيمة والصدفية وحب الشباب والشيخوخة كما يحمي الكبد والكلها ويحفز إنتاج وظائف الخلايا المناعية وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تحسين المناعة ضد الأمراض ويعالج التهاب الغشاء المخاطئ الفموي الذي يحدث كإحدى مضاعفات علاجات السرطان إليكم كيفية إعداده المكونات ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ربع كوب من عسل نحلة طريقة الإعداد تخلط المكونات ويقلب جيدا ويغطى ويخزن الخليط في درجة حرارة الغرفة حركوا قبل كل استخدام وخذ نصف ملعقة صغيرة من الخليط مرتين يوميا صباحا ومساء هل تعلم لماذا لا يصف الأطباء هذه الوصفات التي كان القدماء ويستخدمونها هل لأنها تتعارض مع مصالح شركات الأدوية أخبرونا بأرائكم في التعليقات ونشكلكم على المشاهدة